طبعا نحن نعلم بأن الدوري السعودي الآن يعني ممتلئ بالنجوم نتحدث عن كريستيانو رونالدو، نتحدث عن ساديو ماني، نتحدث عن نيمار، كريم بنزيمة يعني نخبة كثيرة من هؤلاء النجوم الذين يتواجدون في الملاعب السعودية فبانضمان فاتح تريم أعتقد بأن هذا الأمر يعمق من العلاقات الشعبية بين كل البلدين ويكشف عن أن المملكة العربية السعودية والدولة التركية بصدد تطوير هذه العلاقات على كافة المستويات نهيك عن أن هناك تقارب ثقافي فيما تعلق بهذه الأعمال الدرامية التي يتم انتجها في تركيا والتي تلاقي رواجا كبيرا في العالم العربي وفي الدول الخليجية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وطبعا تابعنا في مباراة نهاية دورة أفطال أوروبا كيف كان هناك حرص كبير من قبل رئيس أردغان على أن يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد فيما يتعلق بوجود نادي منشستر سيتي كطرف في هذه المباراة النهائية لدورة أفطال أوروبا حينما كان يواجه نادي انتر ميلا لكن رئيس أردغان حينها تحدث مع الشيخ محمد بن زايد عن فكرة الاستثمار الإماراتي في عالم الرياضة التركية والآن هناك حديث عن أن المجموعة المالكة لنادي منشستر سيتي الإنجليزي قد استحوزت أيضا على نادي بشاك شهير التركي ما يعني بأن هناك تقارب كبير على المستوى الرياضي فيما يتعلق بالدولة التركية والدول الخليجية وهذا ينعكس بالإيجاب على مستوى الرياضة في الدولة التركية وفي دول الخليج العربي وينعكس أيضا على مستوى التقارب الشعبي لأنه في الأزمة التي حدثت بمباراة نادي جلت سراي ونادي فنار بهشا كان هناك ردة فعلة غير جيدة على السوشيال ميديا لكن تم احتواء الموقف بشكل ذاكي من قبل المسؤولين في تركيا وكان هناك حديث عن عقوبات فيما يتعلق بأنه من الذي سمح لانتصل الأمور لهذا الحد وكان هناك أيضا انضباط جيد من قبل المسؤولين في المملكة العربية السعودية عن هذه المباراة وعن هذه الفاعلية لكن التقارب يأتي من جديد بالإعلان عن أنه فاتح تريم يقترب من تدريب نادي التعاون السعودي بالمناسبة قبل تولي حسام حسن لمنتخب مصر بعض من الصحف التركية أشارت إلى أنه كان هناك اسم فاتح تريم قد ترح على طاولة المداربين المحتملين للقيادة الفنية للمنتخب المصري ده برضو بيعكس فكرة أنه تقارب مصري تركي على كافة المستويات ومنها المجال الرياضي نهيك عن وجود ترجمة نانسي قنقر